كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان كذلك من علامات الساعة الكبرى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خروج يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج هم مخلوقات غريبة ذكرهم الله تعالى في عدة مواطن من القرآن في صورة الكافي وفي صورة الأنبياء لما ذكر قصة ذي القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا هدهما يأجوج ومأجوج كانوا في عهد ذي القرنين وقد ضرب عليهم ردما كبيرا وصورا عظيما لكنهم سوف يخرجون يتمكنون من هدم هذا الصور ويخرجون من هذا الردم وهو الذي قال فيهم الله تعالى حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فهذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز يأجوج ومأجوج هذا القوم الفاسقين في الأرض عن الناس لكن إذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة آنذاك سوف يندك هذا السد ويخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وفيهم جمع كبير ولا يقف أمامهم أحد من البشر فيموجون في الناس ويعثون في الأرض فسادة وهذه من علامات الساعة الكبرى حيث يقع خراب الدنيا وينفخ في الصور فتقوم الساعة والأحاديث الصحيحة الدال على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة منها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحكي زينب بنت جحش رضي الله عنها دخل عليها يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بأصبعيه الإبهام والتي يليها فقالت زينب بنت جحش يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبت والأحاديث على ظهور يأجوج ومأجوج وخروجهم في آخر الزمان كثيرة ومتواترة أيضا من علامة الساعة ظهور المسيخ الدجال يسمى بمسيح الضلالة يفتن الناس لأن ربنا يعطيه آيات عنده قدرات أنه ينزل المطر من السماء وأنه يحيي الأرض بالنبات وأخوارك كثيرة يعطها له هذا المسيخ الدجال يقال بأنه كان للدين المسيحي ويقال بأن إحدى عينيه ممسوحة إحدى عينيه ممسوحة سمي دجال لأنه يغطي الحق بالباطل ويموه ويلبس على الناس عنده قدرة هو يمثل الباطل والتمويه والتلبيس له صفات كثيرة مذكرة في القرآن الكريم أنه من بني آدم وأنه قصير القامة وعريض النحر ممسوح ممسوح العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كافر يعني كافر ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له نسل هذا الدجال خطير هو من أكبر الفتن تظهر في آخر الزمان تسمى فتنة الدجال العظيمة لأن الله تعالى يعطيه خوارق تبهر العقول وتحير الألباب لكن الله تعالى حرم عليه دخول مكة والمدينة ولكن ما سوى ذلك من البلدان سوف يدخلها واحدا بعد الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا كثيرا وأمرنا بأن نتعود من فتنة الدجال وكان يدعو في صلاته صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة الناري وعذاب الناري ومن فتنة القبر وعذاب القبر وأعود بك من شر فتنة المسيح الدجال وأعود بك من شر فتنة المسيح الدجال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بأن من أدركه منكم فليقرأ عليه تواتح سورة الكهف فسورة الكهف هي من المنجيات من حفظها أو قرأها عاصمه الله تعالى من فتنة المسيح الدجال وأن هذا المخلوق سوف يهلك على يد عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمن أيضاً من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة دابة غريبة سوف تخرج في آخر الزمن وقد ذكرها الله تعالى في سورة النمل لما قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم هذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروج الدابة وذلك أن يكون عند الناس فساد ويتركون أوامر الله ويتغير الدين هنا تخرج للدابة فتكلم الناس دابة تعقل وتنطق والمفروض أن الدواب في العادة لا كلام لها والعقل ولكن ربنا أراد أن يجعلها آية من عنده وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ثم كذلك من علامات الساعة الكبرى ظهور المهدي المنتظر المهدي المنتظر جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أنه سوف يظهر في آخر الزمان من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال عظيم فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه سكان السماء وسكان الأرض ويقسم المال صحاحا فقال له رجل ما معنى صحاحا يا رسول الله قال بالسوية بين الناس هذه بشارة من البشارات أن آخر الساعة ستكون هناك مظاهر مخيفة الدجال والمسيخ الدجال ولكن بالمقابل هناك مظاهر طيبة سوف يظهر المهدي المنتظر سيكون رجل هو أيضا بمقابل الدجال الدجال هو رجل قصير القامى عريض القفى وعينه فيها عور لكن المهدي سيكون من أهل الإيمان ويكون قوي ويملأ الأرض عدلا وقصطا بعد أن تملأ جورا وظلمة وسوف يعدل بين الناس خصوصا يقسم المال يكون المال قد كثر ويقسمه بين الناس بالسوية وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم المهدي من أهل البيت يصلحه الله تعالى عز وجل في ليلة يعني أن هذا المهدي هو رجل من آل بيت رسول الله لم يكن في الأول معروف وقد يكون على ضلالة في بادي أمره ولكن الله تعالى يتوب عليه فتصح توبته ويصح إسلامه فيوفقه الله للخير ويلهمه الصواب ويرشده إلى ما فيه الفلاح ثم يبدأ بنشر هذه الحركة حركة المهدوية التي فيها نشر العدل والقصط بين الناس ومحاربة الجور والضر كذلك من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام سيدنا عيسى بن مريم هو نبي النصارى هو لم يمت ولكن رفعه الله إليه وفي القرآن الكريم ربنا تحدث عن نزول عيسى بن مريم لما قال ولما ضرب ابن مريم مثلا لما قال وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا سيطر مستقيم فالآيات تقول لعظم وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه كذلك من أخطر علامات الساعة الكبرى ظهور الشمس من مغربها الشمس تصعد علينا كل يوم من مشرقها ثم تسير إلى أن تغرب من مغربها هذا هو النظام الكوني لكن هذا الكون سوف يختل وهنا تظهر علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها هنا سوف يغلق باب التوبة باب التوبة مفتوح ما دمت الشمس تطلع من مشرقها ودليل ذلك ما قاله الله تعالى في كتاب العزيز هل ينظرون إلا أن تاثيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون فالأحديث الصحيحة بينت بأن المراد بأن آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت رأها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولعل من أهم علامات الساعة الكبرى هي خروج نار عظيمة النار التي تحشر الناس هي من أهم أجراء الساعة وهي مؤذنة بقيامها قال صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم آخر العلامات هذه الساعة هي نار عظيمة قيل تخرج من اليمن كما في الحديث الصحيح وتطرد الناس تنتشر في العالم والناس يسيرون الأحياء في ذلك الزمن يحشرون إلى المحشر هذه باختصار أيها الأحباب الكرام من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هذه أهم علامات الساعة التي ذكرها القرآن الكريم وذكرها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة العلامات السورة والكبرى وهذا دليل على أن العالم هو يسير نحو النهاية يسير طبعا لا يعلم الساعة إلا الله لا أحد يعلمها قل إنما علمها عند ربي وربنا عز وجل قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ممكن أن تكون قريبة وهذه الساعة علامات نحن نعيشها الآن ظهور الفتن نحن نرى عبر الأخبار وعبر الأحداث التي تقع في العالم فتن هنا وهنا وهناك نرى ضياء الأمانة الأمانة قلت لم يعد يثق بعضهم في بعض العلماء يقبضون وإذا قبض عالم صعب جدا أن تعوضه وبالمقابل يظهر الجغال الذين يفتون الناس بغير علم ويتكلمون في شؤون العامة ثم لا يخفى عليكم أن الناس صاروا حتى في المجال تدين يتباهون ببناء المساجد وزخرفتها ولكن لا يعمرونها إلا قليلا ودلقوا كذلك تقارب الزمان أن الزمن لم تعد فيه البركة بسرعة تمر الأيام ثم نرى كذلك الشح أن الناس عندهم المال ولكن يأبون أن يتصدقوا أو ينفقوا ثم رأي نذهب الصالحين كل مرة نسمع بأن بعض الذاكلين الصالحين يذهبون صعب جدا أن تعوضهم ونرى كذلك على المستوى الدولي الصراع في الحديث كترة الروم وقتالهم للمسلمين هذه الحروب التي الآن نشهدها خصوصا في الوطن العربي وفي ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط قتال اليهود وكترة الروم واستضعاف المسلمين كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه كل أحداث تقع والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية ولكن العلامات الكبرى التي لم تقع بعد هي هذه الخصوفات المتتالية خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيزة العرب فتن تظهر كالمسيخ الدجال الذي سوف يتبعهم ناس وسوف يعطيهم الأدلة والبراهين ويقنعهم منهم من قال بأن المسيخ الدجال وهذا الفكر السائد الذي يطعن في القرآن وينكر السنة ويأتي بالفتن يقوم بوظيفة المسيخ الدجال ولكن من من قال بأنه ليس فكر هو رجل رجل بشحمه ولحمه عنده قدرة على الفتنة ثم إلى جانب الدجال غروج يأجوج ومجوج هؤلاء يسمون محور الشر محور الشر يكونون في المجتمع ولكن بالمقابل ربنا تكلم عن محور الخير محور الخير هو ظهور المهدي المنتضر ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فالحياة هي هكذا قائمة على الصراع بين الخير والشر بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وأنا ذاك تقوم الساعة على من تقوم؟ تقوم على شرار الخلق آخر علامة من علامات الساعة وخروج هذه النار ولكن البطون تصبح عقيمة آخر علامة الساعة أن البطون لم تعد تلب ربنا عز وجل يوقف الإنجاب وبالتالي لأنه حتى لا يولد أطفال أبرياء ويكون ضحايا الكوارث التي يشهدها العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أهل الإيمان واليقيم وأن يختم لنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله نسأل الله جل جلاله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن نسأل الله تعالى أن نكون من المعتصمين ويجعلنا من الذين يعتصمون بكتابه وبسنة نبيه وأن نكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين أنت